مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من تداعيات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وتهجير عشرات العائلات وتشريدهم من خلال تنفيذ عمليات هدم المنازل وقال المجلس خلال جلسته اليوم إن هذه الخطوة سابقة خطرة في تاريخ القدس وبداية لترحيل جماعي وهدم أحياء بأكملها بهدف تفريغها من سكانها الأصليين تأتي قرارات سلطات الاحتلال بالتزامن مع فهديد ثمانية وعشرين عائلة فلسطينية بالترحيل من حي الشيخ جراح في القدس وكذلك بالتوازي مع تصعيد الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنون في الأقصى وفي باحاته ومن القدس معنا للمتابعة مراسلنا أمير الخطيب أمير واضح حسب بيان المجلس الأعلى للإفتاء المخطط السياسي لهذه الخطوة ولكن جغرافيا ماذا يغير إن قام فعلا الاحتلال الإسرائيلي أو القوات الإسرائيلية بهدم حي البستان؟ نجلاء دعينا نشير في البداية إلى أن تحذير مجلس أو تحذيرات مجلس الأفتاء الأعلى في فلسطين هي مهمة لأنها تسلط الضوء ربما على عملية تهجير وهدم لمناطق كبيرة في القدس وهي مناطق محورية وأساسية تحيط بالحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك نحن نتحدث عن حي مثل حي البستان في بلدة سلوان وهو أحد الأحياء المهددة بالهدم في هذه البلدة جنوب المسجد الأقصى المبارك وهي في القدس حامية أيضا للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية هذه الإجراءات الإسرائيلية أيضا تتواصل لتصل أيضا الجهة الشرقية من القدس الشرقية وتطال أيضا عشرات البيوت في حي الشيخ الجراح بمدينة القدس هذه العمليات بطريقة أو بأخرى إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلالها توطين المستوطنين الإسرائيليين من خلال طوق مستوطنات ووحدات استيطانية حول المدينة القدس المحتلة شكرا لك أمير الخطيب مراسلنا من القدس